بالإكرار على الطريق الدائري وضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية المسلحة في إطار جهود القوات المسلحة لعودة الأمن والاستقرار للشارع المصري وتأمين الطرق والمحاور المرورية تمكنت الشرطة العسكرية من إنقاذ أسرة بعد تعرضها لمحاولة اختطاف وسرقة بالإكرار على الطريق الدائري وضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية المسلحة وكانت دورية المتحركة للشرطة العسكرية قد اشتبهت في سيارة ملاكي وأخرى ميكروباس متوقفتين بجوار الطريق وبالتحقق من الواقعة لاذا المشتبه بهم بالفرار داخل السيارة الميكروباس وسط استغاثة الأسرة المكونة من زوجين وأطفالهما بعد تعرضهم للاعتداء وصرقت متعلقاتهم بالإكراه وإلي نزلنا من العربية لقى البنت معها حلق ذهب في ودنها إلا قلعه لها قلت له مش دهب قلت له ملكش دعوة بالعيال خد اللي انت عايزوا بعيد عننا بس فضل يضربهم بقى لقيت الدورية جاية شاورت لهم عشان يوقفوا بس الولى الشرطة العسكرية طبعا إحنا كناش نعرف نعمل إيه في موقف زي ده يعني ارتحت نفسيا لأن حسيد عملت حاجة البلدي لأن كان ممكن اللي طلع لده يكون أخويا ابن عمي أو أختي صلاحنا حلفنا في أول خدمة فقوة مسارب قصم الولاء للبلد دي وهنحافظ على البلد دي أين كانت الإشعاعات أو الكلام اللي بيوصل لنا أو الكلام اللي بنسمعه كل الكلام ده مش يأثر على روحنا المعنوية أو روحها سكرنا روحها المعنوية وهنفضل لآخر يوم في حياتنا محافظين على البلد دي وعلى أهل البلد دي لأن أهل البلد هي أهلنا كما نجحت عناصر الشرطة العسكرية في كمين الأمني مشترك مع الشرطة المدنية على مدخل إحدى المدن الجديدة من ضبط عنصرين من العناصر الإجرامية وبحوزتهم بندقيتين آليتين ومائتين وأربعين طلقة آلية وسبعين طلقة خرطوش ويجرى حاليا عرض المتهمين والمضبوطات على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتتوالى الضربات القاسمة التي واجهها رجال الشرطة العسكرية للعناصر الإجرامية من حائز الأسلحة والمهربين وقطع الطرق ليثبت رجال القوات المسلحة أن جيش مصر هو العمود الفقري الذي يوصون ويحمي ممتلكات وأرواح هذا الشعب العظيم